موسيقى هذه المقترحات في الكواليس رأيكم تلعام ليفاتوا ونقول هذا العم في الكواليس كانت بعض النائبات والنواب يقولوا هذا شيء مزيان الذي تقترحوه ونشوفوه ونقشوه مع الفرق ورئيس الفريق وذلك يأتي للجنة والجلسة العم ما يصابه يأتي رئيس الفريق ورئيس الفريق يأتي رئيس الفريق ويأتي صوته في الاتجاه الجواب يأتي أجوبة التي ليست بصراحة ليست في المستوى الدكاء المغربة والنواب يقولون هل تهربوا لنا المستمرين في الضرائب؟ مستمرين المستمرين الذين يقلبوا عنهم لا يفهم من الضربة لأنهم يصدروا فبالتالي لا يفهم هذه النقطة الأولى أغلبية المستمرين وهذا الشيء الجميع يعرفون حتى البنك الدولي قالتها حتى البنك الدولي بأن المستمرين الذين لا يأتي المغرب لا يأتي على الموارد البشرية التي لا يوجد في المستوى فبالتالي كانت ترجع للتعليم فبالتالي يتعلم فأنت ترجع اليوم السؤال لماذا لا تتجاوبوا؟ لماذا تتعلموا؟ كانت ترجع القادية التعليم كانوا يقولون أن التعليم لا يحتاج لفلوس الذي يحتاجه خاصة التعليم يحتاج لنجاعة وزيارة الأساتذة هذا ما أقول يقولون أن يزادوا في التعليم يزادوا يتعلموا بالتعاقد و لكن يعترفون أن يحتاجون و لكن هذا المجهود الذي يستطيعه غير كافي مثل ما باتاتا غير كافي و ثانيا دخلوا التعاقد لماذا تعليم بوحدة لما تعليم التعاقد و إذا كنتم تقنعين التعاقد و كما تطبقوا على جميع الوظيفة العمومية لماذا أردوا تعليم و أردوا تعاقد لماذا لم يكن أن هذا التعاقد و خلق الثقة عن الناس لما يتحاجون هذا شيء غير منطقي هذا السابق يتعاملوا مع القوانين بحل بحل يعني ذلك فهذا ما يتتعاملوا مع الناس و يجبوب يعني أن يدفعوا على مصالح و الجميع و يصوتون على مصالح إذا كانوا يت pronoun يقولون هل الموقف اللي أخذوا و هل الموقف اللي ما تأخذوش و هل اللي تناقشوا هل اللي ما تناقشوش